اشتركوا في القناة دائماً أقراه كلها لأن تعرفون زحمة وشيء فهلاً وبعدها الحالات النفسية ترى ما يتم تشخيصها بالكتابة وشيء مهم أشوف بعض الحالات يعني كلمني ولد عمره يمكن خمسة عشر ستعشر سنة والله أنا أسوي له الجلسة بالإنستغرام بالدايركت عطفت معاه حيل عندها أفكار اكتئابية وتيلها أفكار موت وانتحار فأقعد أسوي له الجلسات أقول له ليش أهلك ما يودونك إلى الطبيب النفسي أو إلى أي عيادة نفسية ما المانع يقول لي والله أنا أكلم أبوي أكلم أمي لكن يرفضون لماذا؟ يقول لي ما عندنا حياة شغل ميانين إحنا ما عندنا ولد يروح للشسم عطفتها أفكار انتحار للولد لا لا يا جماعة أفكار الانتحار هذه ما فيها هايغة شمارة عندنا إحنا هذه نحطها بين قوسين بالملف نكتب سويسايدال ثوتس أفكار انتحارية إذا كتبناها بيعني ننصح أن يدخل المستشفى فهي مو هينة حتى من باب الضحك بس هو ما يقدر يروح يقول حق أهلنا أنا تيني أفكار انتحارية فأنا يقعد أشتغل معاه في الدايركت مسيج مرات فيديو مرات مسيجات شذي ليش أهلك ما يبون يودونك؟ يقولون ليش يقولون عننا الناس؟ سؤالي حق هل أسرة هذي؟ طيب لينا أفرض أن ننتحر الله لا يقول ش راح يقولون عنكم الناس؟ يعني أنتوا تجاوبون أنا ما عندي إجابة صراحة إذا أنتوا يهمكم كلام الناس فعنتوا اللي تجاوبون على هذا السؤال أذى نفسه سوب نفسه شيء شو تقولون حق الناس أو شنون؟ في كذلك يعني حالة تجيني العيادة لكن خشاشي يعني بدون ما يدرون أهلها ليش ما يدرون أهلك؟ لأنه لو دروا راح يمنعوني والبنت تعاني من وسواس قهري ماكل عقلها وسواس نظافة وطهارة ماكل عقلها يقعدون يقرون عليها يقعدون يزفونها كل هذه خرابيط أنت ما فيت شيء أنت مسحورة أنت ساكينك عين أنت لأنك شاطر في المدرسة معطينك عين واحد يعني على أطاري هذه يعني المدرسة معطينك عين يعني ولد مراهق عندها رهاب اجتماعي يا أبو أمه وأبوه أمه يا بتاه عندها رهاب اجتماعي فتقولي الأم ولدي معاجبني يعني شاطر في المدرسة أو شيء بس عندها رهاب اجتماعي ما يريد يقدم برزنتيشن وهو بعمر الحين على وشك أن يدخل الجامعة وصار اضرب في العلامات عنده وقام يعني يتسحب يتخشش ما يروح مدرسة عدل فقعت معه وهو ما يدرش السالفة وهو الولد أصلا ما يدرش السالفة ما يدري ليش أهو قعت معه وقعت أخذ تاريخه الأسري لقيت أن الأب شديد وقاسي وعنده أن الريال ما يشتكي والريال لازم ما يتذمر والريال لازم يأخذ حقه بيده ما هي العقلية هذه فالولد وهو في المدرسة الأطفال زملاء منه صغير كان قبل عمر السبعة يعني عمر عشر سنوات ثمان سنوات تسع سنوات يتنمرون عليه الزملاء داخل المدرسة وما يعرف يرد عليهم ما يعرف شي يسوي يعني يخاف أربعة خمسة قاعدتنا مراد يمكن يكون أجسامهم كبيرة حجمهم عود أقوية متمردين داخل المدرسة يخوفون ما يعرف شي يقول لهم يسكت فيضطر أن يسكت زي ليش ما تروح تقول حق ابوك لو قلت حق ابو يبو يزفني ويقول لي أنت لازم تدافع عن نفسك وأنت لازم تأخذ حقك ليش شي يتعاملون عيالكم ليش ما تروح أنت بنفسك واتكلم مع المدرسة واتكلم مع المسؤولين داخل المدرسة لما خل الولد بسبب أنه يتشعم هذا الولد وما يخليه يشتكي والولد أصلا عنده فكرة مسبقة عن ابوه أنه لا يصلح أن أنا أشتكي لا خاف أنه يعني يزفني فيبلعها ويسكت وهذولي مستلمينة في المدرسة ويبلعها ويسكت وروح البيت لما صار دروب في دراسته صار ما يبي يقدم ما يهم الموضوع بل أنه كره المدرسة يعني لأنه أروح مكان عنهان فيه أروح مكان يطنزون عليه الليل مع النهار فيه ليش أروح؟ أكنا مجبور لو ما رأت المدرسة نحن نزفك أو نطقك في الميت فصار عنده رهاب اجتماعي لدرجة أنه لا يقدر يوقف أمام الطلبة ويقدم البرزنتيشن ما الحل؟ ما الحل؟ نعالج الرهاب سهل نعالج الرهاب الاجتماعي بس الحل أنك أنت يا أب و يا أم لا تسمح للأمراض النفسية أن تقتحم حياة أبنائكم بسببكم ليش ما أحتوي و خليه يشتكي؟ ليش ما أصير أنا جوجل مال ابني أو بنتي؟ ليش ما عندما ييني يتكلم معي في شيء هو بالنسبة له بالحياة يديد هذا الشيء؟ ليش ما أنا أجاوبه على هذا السؤال؟ ليش ما أنا أفهمه طيب شون يدافع عن نفسك؟ أنت ذاهبذ و لا تكون أن يدافع عن نفسك؟ ليش أي شما أنه لا تهمه و أستطيع المؤدب و أستطاع المسؤلاء العذور و الأمر أو المسؤلاء الأمثل أو اللذي لا تكون هذا الأتيس شو يسوي تبيه دافع عن نفسه أنت روح دافع علمه على الأقل يا ولدي أنا ما راح أيا بك تعتمد على نفسك تروح أنت حق الأخصائي أو تروح حق المدير المدرسة أو تروح حق نائب مدير المدرسة أو المدرس وتكلمين نتخلي يوقفهم عند حد ما فادت هذه الطريقة قول لي أنا بعدين وراها أي علم الاعتماد على النفس حقق النتيجة حقق النتيجة ما حققها بعدين أنا أروح معهم ويلا أروح دافع عن نفسك ولي في البال أن السبب الرهاب الاجتماعي هو أنت ومعاملتك السيئة اللي كنت تمارسها معاه بالطفولة تنسب لي ياها أنه في جن تنسب لي ياها أنه سكينا عين تنسب لي ياها أنه هو والله بسوي له سحر تنسب لي ياها على شون يسوي لك سحر أنا يعني هذا اللي بفهمها على شون أنت يسوي لك سحر شونو فيك زيادة فالأسر يصير عندها إلقاء التبرير على الأمراض اللي عندهم على أشياء غيبية أو على المجتمع أو على أصدقاء سوء أنا أقول لكم شغلة وأنا أتحمل مسؤولية كلامي لا يوجد شيء اسمه صديق سوء لا يوجد هذه خدعة خدعة ابتكرتها الأسر من أجل تبرير خطأ الأبناء لما لما واحد يروح المدرسة ويدش الصف ويشوف الشطار اللي بالصف الأول ويشوف النص ونص اللي بنص الصف ويشوف اللي بآخر الصف أهم الشياطين مثلاً هذا على التصنيف القديم أهو لما يدش معاه جنطته يطالع بالصف منو يختار؟ أهو بيروح يختار يقعد مع الشاطر يامع اللي بالنص يامع اللي وراه أهو ممايو وقالولا غصب عليك تمشي معانا لما يطلعون من الثانوية وفيصير فيه شلة يقعدون على جنب ويدخنون أهم ما جبروا الطلبة تعالوا ودخنوا معانا ولدكم أهو اللي راح وقال أنا بأقعد معاهم وأبي أدخن معاهم فلا تقول لي أصدقاء السوء خربوهم ما يولى لي عنده واللي راح لهم وهو حالة من حالهم بعد شنو؟ ولكن أصدقاء السوء هذي ترى يعني مثلاً إحنا أربع أشخاص أنا وثلاثة كلنا سيئين كلنا عندنا سلوكيات سيئة أين كان نوع هذه السلوكيات؟ أنا أبوي يقول أن ربعا مخربينه والثاني أبوي يقول أن ربعا مخربينه والثالث نفس الشي والرابع نفس الطريقة أحمنوا فينا عين اللي مخرب الثاني؟ تراهوا ما أحد مخرب الثاني؟ كل واحد راح أقل الثاني باختيارة ما أحد راح غصب حطيت مسدس فوقراسك قلت لي غصب عايك تسوي مثلي لا يوجد شيء فأصدقاء السوء هذه خدعة تبتكرها الأسر من أجل تبرير تصرفات أبنائهم السلبية يرجى الانتباه نطلع فاصلة ونرجع نكمل لكم هذا الموضع دوري كأب أو كأم أني أنا أكون مراقب أحط مايكروسكوب على تصرفات أبنائي وأكون أنا المرجع ما لهم فأوضح حق ابني وبنتي شنو نوعية البشر وشنو السلوكيات ومحظوراتها لو مشيت مع هذه النوعية مع الناس ولو مشيت مع هذه النوعية مع الناس كنت حاضر محكمة كشاهد مع أحد المرضى من أجل الاستئناس عساسي أنه ريال متعافي وكان عليه حكم قديم ورحت أنا من باب معا يعني طلب أني أروح معا رحت حق القاضي من باب أنه يعني شي سمونا من باب يعني أن أقول حق القاضي أنه والله ترى هو متعافي وبالفعل يعني متعافي صار لمدة متعافي وهذه قضية قديمة قضية تعاطي لما طلعنا من القاعة أنوية المريض المريض قام يبجي قلت لش دعوة يعني هذا مو لها الدرجة يعني عساة من القاضي طلع عدم نطب العقاب فقلت لش دعوة من فرحته فقلت لش مو من فرحة أنا حسبالي من فرحة مو من فرحة مو دعوة معود عادي يعني الله يوفقك قال لا أحمد أنا لم أقعد بتي عشان طلعت عدم نطب العقاب قلت لعين شنو؟ شفت المستشار اللي يم القاضي قلت لقي قال هذا معي بالصف كان في المدرسة وكننا نضحك عليه أوه يقول لي يعني إحنا الشياطين لما كنا بالصف كنا نضحك عليه هذا هو اللي يم الشطار اللي قاعدون في المدرسة فدوري أنا كابني أنا أوضح حق ابني شنو عواقب المشي مع هذه النوعية من الناس و شنو عواقب المشي مع هذه النوعية من الناس هذا دوري أوضح له أعاقبة لو اكتشفت أنه مشى مع أحد الأشخاص أمنعه من الخروج لساعات معينة أرافقه في أوقات معينة أخليه مع أفراد الأسرة مع العمام مع العمات مع أبناء العم أبناء العم نحن أسر مترابطة خليه معهم كذلك في الأسرة المترابطة نفسها فيها واحد يكون مو زين يمشون معه فما يمشون معه ليش يروح ليمشي معه لأن هذا عاجبة لم يمشى هذا أو البنت يتيني أمها تقول لي بنا تبليس خربوا منتج شونه بنا تبليس خربوا منتج بنتج إذا راح تحت بنا تبليس ما أحد خرب أحد ليش؟ لأنهم ما لقوا يعني الأبناء هذولي ما لقوا ملجأ يروحون له كأب ولا كأم ولا كأخت كبيرة ولا كأخو كبيرة ما لقوا ملجأ يعني كل ما رحنا لهم زفونا كل ما اشتكينا لهم من أحد زفونا تدري شلون يبقى؟ أنا خلأ أمشي مع هذولي المتنمرين في المدرسة على الأقل يصير عندي شلة أدافع فيها عن نفسي أمام الآخرين وأظهر أنا في صورة قوية منطقي والله اختيار منطقي حقيقة ما لومة إذا بمشي مع شلة إذا هذه الشلة سمعتها في المدرسة أنه أهم المتمردين اللي كل خاف منهم وما أحد يقرب لهم عشر أشخاص خمسة عشر شخص لدي اختيار إذا أنا مستلميني يا أم أن أنا أروح أهلي وأهلي يدافعون عني أو أني أنا راح أضطر أني أنا ألجأ لهم أو هما يدافعون عني إذا راح عند أهلي أهلي زفوه خلاص يبقى بلان بي أروح عند هدولي يصيرون ربعي شون أسوي أدخن أدخن نقص الصف نقص المدرسة نقص الطوفة نقص الطوفة نقص الطوفة لكن ألاقي أحد ألاقي لي ظهر أنا ما عندي ظهر أنا في البيت والظهر هذا يترتب عليه يعني متطلبات لازم نتدخن لازم نتسوي سوالف مثل سوالفنا نقص الطوفة ونطلع وننحاش لازم نقحص لازم نتمرض على المدرس وبعدين تقول لي ولدي متمرد أو بنتي متمردة لأنك أنت تخليت عنها بكل بساطة فمن الضروري جدا احتواء الأبناء وننتبه على علاقة الصداقة بيننا وبين أبنائنا شفت أمهات صديقات مع بناتهم لدرجة تمادي البنت على أمها صداقة الأم مع البنت لها حدود وصداقة الأب مع الولد كذلك لها حدود فأنت عن طريق الذكاء مالك التربوي تعرف كيف تمسك العصة من النص بحيث أنه لا تخلي الولد من زود الميانة معاك يتمادع عليك ولا أنت تخلين البنت تتمادع عليك من زود الميانة معاك انصادقهم ولكن باحترام متبادل بيننا احنا لاثنين فيه أشياء مو ضروري ان انا اطلعها مع ولدي او بنتي رغم اننا اصدقاء اراعي فارق السن اراعي فارق الخبرة بيني وبين ابني او بيني وبين بنتي وقتكم العافية اشتركوا في القناة وقتكم العافية اشتركوا في القناة